اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل نهجها الحضاري العريق مستندة إلى ما تتميز به من تنوع نسيجها المجتمعي المتماسك نعم وأشار سمو إلى أن ما تتسم به المملكة من احترام التعددية عزز قوتها ومكانتها وذلك تجسينا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاسم وحفظ الله في قصر رفع اليوم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الدكتورة جليلة بن سيد جواد وزيرة الصحة وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الأوقاف الجعفرية بمناسبة ختام موسم عشراء حيث أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ومختلف الجهات الحكومية المعنية ودورهم الفعل الذي اطلعوا به خلال موسم عشراء معربا عن شكره لمجلس الأوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وفرق العمل الميدانية من المتطوعين لالتزامهم الوطني المجتمعي مؤكدا على أن تجل الروح الواحدة خلال هذا الموسم عكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى الجميع من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام مستمر بمتابعة كل ما من شأنه تيسير كافة المتطلبات لموسم عشراء